أفاد القيادي في الحجر العشائري محمد العزاوي بقصف جوياً استهدف مواقع لتنظيم داعش في عمق امطيبيجة بين ديالة وصلاح الدين وأضاف أن القصف هو الثاني من نوعه خلال تشرين الأول الجاري وجاء بناء على معلومات استخبارية دون الكشف عن حجم الخسائر بصفوف الإرهابيين بانتظار التقييمات الاستخبارية الميدانية تشهد المناطق النائية بين ديالة وصلاح الدين ومنهم طيبيجة عمليات قصف بين فترة وأخرى ما يؤدي إلى مقتل أعداد من عناصر التنظيم بعدما باتوا يلوذون بالمناطق النائية من العمليات الاستباقية لمختلف صنوف القوة العراقية